السلام عليكم نازل الإحصاء نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في الخبر الذي قال جوبونس البارح بالنسبة للمديرية المندوبي السامية التي تخطيت لأن الخشبارات وكل الدورة عن بعد لا تهم الأهم هو الشفاوي الذي سوف تكونوا فاهمين لأن أغلبية الناس يجب أن تحصي شخص وعندما تستطيع أن تحصي هذا الشخص يجب أن نكونوا عارفين بحركة قرار رازق كما علمتكم قلت لكم أن نحاول أن نضعه فيها الملخصات كاملة سوف تقومينها لقد أضعتكم الملخص الثاني هذا الثالث لذلك سوف نقوم بتحصيل الفصل أو الوحدة الأولى الوحدة الثانية في الفصل الأول الفصل الثاني والفصل الثالث يلا لا تنسوا للمشاهدة مع أصحابكم نديروا معكم واحدة الشراك لأننا ممكن أن نطول لكم الفيديو لأنكم تستفيدوا دقيقة كافية يلا الله عنكم